السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإزايكو حبيبي يا رب كلكم تكونوا طيبين وبخير وأهلا بكم جميعا في قناة المروة زهرة إن شاء الله النهاردة هقدم لحضركم فيديو خاص بالصف الأول لابتدائي في مادة الرياضيات النهاردة هشرح معاكم كتاب الشاطر أحدث الكتب الموجودة في السوق بطرقة بسيطة جدا وسهلة قبل مبدأ الفيديو باتمنى كلكم تدعموني بأكبر عدد من اللايقات للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على علامة الكل عشان يوصلوا لكم إشعراء بالفيديوهات الجديدة اللي أنا هنزلها إن شاء الله وكمان شوفوا محتوى الكتاب بتفرجوا على التدريبات الكاملة اللي موجودة داخل الكتاب في البداية في بداية الكتاب بيعرض معايا الفصل الأول وبدأ يعرض معايا الدروس بقى بشكل مميز جدا وتمرينات متنوعة أول حاجة عندي الدرس الأول بعنوان العد بزيادة واحد أو زيادة عشر لحد المية شايفين بقى التدريبات متنوعة جدا على الدرس بطرقة بسيطة جدا لكل اللي بيحبه التمريم الكتير بالذات في مادة الرياضيات أنا قدامكم هوت بعد كده جايب لي قياس أطوال الأشياء باستخدام وحدات غير قياسية إزاي ابن يبدأ يعبر عن كلمة فوق أو يفهم فوق وتحت وأسفل وأمامه وخارج وداخل وأعلى وأسفل زي ما انتوا شايفين وأمامه وخلفه وجايب عليها تمريم متنوعة الأعداد الترتيبية بقى إزاي ابن يكون عارف الأول والثاني والثالث والكتاب عرضها بطرقة سهلة جدا تمريم متنوعة شايفين أنتوا بقى أكتر من تمرين بشكل مميز جدا العدد السابق العدد اللاحق كمان درس النقود عرضينه بشكل مميز زي ما انتوا شايفين بعد كده ده بيعتبر المحور الأول أو الموضوع الأول هو جاب بقى عليه تقييم على الفصل الأول زي ما انتوا شايفين التقييم شامل أسئلة كتير جدا يبدأ يقدر ابنك يحلها من نفسه حتى لو حضرتك مش بتجيله ده دخلنا بعد كده على الفصل الثاني وعندي بقى القمة المكانية وقمة الرقم إزاي ابن يقدر يفرق بين القمة المكانية وقمة العددية بطرقة مميزة عرض التمرين بصراحة التمرين كتير جدا وموفية وكافية لكل اللي بيدور على كتاب رياضة جديد كتاب الشاطر كتاب مميز جدا المقارنة بين الأعداد إزاي يبدأ يحل الأكبر منه وأصغر منه ويحط الرقم من نفسه لو العلامة موجودة وده بيبقى السؤال مميز وورد جدا كمان في الامتحانات بعد كده إن شاء الله ترحي مضعفات العدد عشرة تقييم على الفصل الثاني بعد ما بيخلص أي فصل يتلاقي التقييم النازل والتقييم ده يقدر يخليك تقدر يتعرفي ايه نقطة الضعف اللي موجودة مع ابن حضرتك وتبدأي تعدلو شرح فيها تاني الفصل الثالث موجودة معنا بدأ يشرح الكتاب بطرقة سهلة جدا طرح العشرات شايفين التدريبات تطبيقات بقى على استراتيجيات مختلفة لحل وجمع المسائل جايب لك استراتيجية استخدام أصابع اليد جايب استراتيجية العد نفسها وجايب بقى مسائل كلمية كتير جدا عليه الموضوع ده وبعد كده جايب تطبيق استراتيجية لحل مسائل الطرح اللفظية بصراحة الكتاب وافي وكافي زي ما انتم شايفين تدريبات متنوعة جدا آآ ادأهو زي ما انتم شايفين آآ انا بحب بس اعرض لكم كل اللي موجود داخل الكتاب وفي نفس الوقت مش عاوز اكون مطولة عليكم بس انا معاكم هوت واحدة واحدة العد التنزلي بالاحد وبالعشرات آآ شايفين الاسئلة كتير ازاي التقييمات برضو التقييم على الفصل الثالث معنا تقييم زي ما انتم شايفين كمان هوت آآ بعد كده دخل على الفصل الرابع واهتموا كويس جدا بالحساب علشان اللي جايب بعد كده في الصف اللي التاني والتالت والرابع بالذات بعد كده جايب الاشكال الصنائية وجايب الجزء الخاص بالهندسة المثلس والمربع والمستطيل ومعلومات بسيطة عن كل شكل من الاشكال ديه اللي لازم مولادنا يكونوا عارفينها وحفظينها وفاهمينها علشان زي ما انا قلت لكم الصف الساني بعد كده جايب جمع مضاعفات العدد عشرة وجايب اسئلة عليها التدريبات الاشكال الهندسية تاني وجايب تدريبات متنوعة عليها زي ما انتم شايفين آآ بعد كده بدأ يعرض عندي آآ تحليل الكميات في حدود العدد عشرة آآ هوت آآ بشكل تبسيط والاسئلة كتير كتير جدا جدا انا اللي مش عايزة اكون مطولة عليكم في عرض الكتاب آآ بس انا في عرض الصفحات بس انا حاب اعرفكم ووريكم ازاي كتاب بيعرض المحتوى بشكل شامل وبسيط جدا آآ التدريبات متنوعة شايفين بقى لما جيش راح الساعة آآ جيش راح الطرقة بسيطة جدا آآ التدريبات متنوعة على على شرح الساعة الدروس كل التدريبات قدامكم زي ما انتم شايفينها هو جمعوا طرح الاوراق المالية ازاي يقدر يجمع الفلوس قدامه من غير ما يعود يعدها يعني يحسبها كده يجمعها مع بعضها ويقوم اي للرقم او يقول دي انا معي كام دلوقتي معي مبلغ كام بعد كده جاي بتكوين العدد عشرة ازاي يبدأ يطرحه ازاي يبدأ يجمع اكتر من عدد العشرة تقييم على الفصل الخامس آآ في شرح مميز دخلنا على الفصل السادس آآ اضافة واحد وطرح واحد آآ جمع عادين احدهما مقوم من رقمين والاخر من رقم واحد زي ما انتم شايفين هوت آآ كل دي اسئلة موجودة معاكم داخل الكتاب وتدمرينات متنوعة جدا لازم كنت اقدم المحتوى ده وابينوا حضراتكم علشان تشوفوه تتفرجهم على عرض للكتاب بطرقة سهلة جدا التمارين متنوعة جدا 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 وانتو لو انتو حابين بقى الكتاب بس لسه هقولكم دلوقتي آآ الكتاب طبعا تفضلوا آآ تروحوا على صفحة الشاطر على الفيسبوك وتقدروا تعرفوا كل حاجة الكتاب موجود فين اقرب مكتبا لحضراتكم وهما يدلوكم على المكان القريب ليكم اللي تقدروا توصلوله وتقدروا توصلوا تحصلوا على الكتاب في نهاية الكتاب جايب تقييم شامل تقييمات متختلفة ومتنوعة بقى على كل ما تم درسته بشكل بسيط جدا ومميز آآ امتحنا بقى يقدر ابن حضرتك يحلها بطرقة سهلة جدا ان شاء الله ويكون الكتاب معاكم مميز وبسيط باذن الله ياربنا اكون بقدم لكم معلومة ومفيدة دعواتي ليكم حبيبي بالتوفيق والنجاح كنت معاكم مروة زهرة